تركز جداول والحكومية في موازنة العام الحالي على المشاريع الخدمية وتوفير فرص العمل الخطط الاقتصادية الموضوعة وطبيعة التخصيصات المالية نتابعها مع أحمد ليث في مقدمة أولويات الحكومة بجداول موازنة العام الحالي وضعت التخصيصات المالية للمشاريع العمرانية والتنموية والخدمية وحتى لمكافحة البطالة والفقر من خلال التركيز على فتح أفاق فرص العمل فالإدارة الحكومية تسعى في خططها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي عن طريق الإنفاق العام في موازنة 2024 من المؤكد كل هذه الأمور ستأخذ بنظر الاعتبار إذا ما تكلمنا عن احتياج المواطن العراقي كسلة غذائية كتوفير رواتب للرعاية الاجتماعية لأنه الكثير ما أكد السيد السوداني على هذا الجانب بالإضافة إلى ذلك سيدي الفاضل المشاريع الاستثمارية التي شرعت فيها الحكومة العراقية سواء مشاريع سكن أو بناء تحتية جسور والطرق وغيرها من هذه الأمور التي أكدت عليها حكومة السيد السوداني مواصلة العمل بتطبيق المشروع الاقتصادي في مجال الاستثمار والبنى التحتية وتوفير الخدمات هو ما تصير عليه الحكومة في موازنة البلد للعام 2024 والتي لم تنتهي من تعديل جداولها حتى الآن لدقة تقسيم التخصيصات المالية على المشاريع لدى الحكومة أولويات ولا بد أن تتضابق هذه الأولويات مع البرنامج الحكومة الذي أعلنته مثلا هناك البنى التحتية وخصوصا الذهاب إلى قضية الاستثمار في توفير الخدمات تبار أن هناك تقصير كبير في مستوى الخدمات المقدمة من قبل الأجهزة الخدمية والدواء الخدمية في المحافظات إضافة إلى أن هذه المؤسسات حتى تنهض بمشارعها وحتى تنهض بمهامها وواجباتها لا بد أن يتوفر لديها المال والتوميل في الجوانب الاستثمارية والخدمية ودعم المواطن ركزت الحكومة في توزيع التخصيصات المالية بجدول موازنة 2024 والتي من المحتمل أن تنجز بشكل كامل في الأسابيع القليلة المقبلة أحمد ليث بغداد قناة الرابعة